برشلونة يختف الأنظار والأضواء وينصب نفسه واحد من أبرز وأكبر المرشحين لتنافس على لقب تشمبيونس ليغ هذا الموسم إذن تحدثنا عن البياجي الذي خسر نقاط المباراة أمام أتليتيكو مادريد على أرضية ميدانه وتحدثنا أيضا عن برشلونة الذي نصب السيرك في سربيا واستعرض قوته وفاز بخمس أهداف كاملة مقابل هدفين على نجم بلقراد والآن نتحدث عن الإنتر الذي فاز أمام أرسنال بهدف واحد يتيم ولكنه ثمين جدا يا عمار وكان كافيا لجمع النقاط الثلاثة والتقدم في الترتيب العام الإنتر يعني أرسنال يوم لما يفوز الإنتر عشر نقاط ولكن الأغرب في هذا اللقاء أنا لما شفت الإحصائيات صراحة كنت مدهوش لأن أنتر كادري يعني فرصة واحدة طلت لقاء الإنتر يفوز أمام أرسنال لدى تقريبا عشرين نقاط فان نظن فعالية الإنتر هي اللي دائما تصنع الفارق لأنه الآن راه بعشر نقاط راه في وصومر كان نجم المباراة حارس الإنتر هو رجل المقابلة نظن أن ديت ميلون تؤكد أن الحارس دائما يصنع الفارق بعد ما شفنا في الجزء أول مايك مينيون الآن صومر ولكن أرسنال بدأ يدخل فيه منقوش نفق مظلم ولكن نتائج مراهيش في مستوى الفارق في بداية الموسم الآن سبع نقاط ولكن هزيمة غير متضرة ما من إنتر ميلون النتائج سيئة جدا في الشهر الأخير لأرسنال نعم تاني مقابلة بعد خسارة ضد نيو كاسل لمفعل الوالو ضد نيو كاسل بالك في اللقطة الأخيرة شفنا في اللقاء ضيعت كما نقوله هدف تعادل من اللعب ريس مي في هذه المقابلة نقول بل يسيطر على كل مقابلة نشوف كما نقوله الإحصائيات من ناحية الاستحواذ من ناحية الفارس أرسنال في الأوين الأخيران نقص الفعالية لهذا اليوم الأنتر حقق الأهم في هذا اللقاء عزز صدارة دياله في المركز ثاني بـ 10 نقاط نظن باللي كما نقوله ما زال مشوار طويل في هذه البطولة من الانتر تاني راه وقل تاسع مقابلة دياله للعاشر بدون انهزام هو في طريق صحيح الأهم في هذه اللقاءاته هما الفوز ولهذا الانتر حقق رسول ما في آخر ست مباراة انتصارين تعادل وثلاث هزائي في آخر ست مقابلات في كل منافسات ليحتل المركز الخامس الآن في الدولة الإنجليزية والمركز الثاناش في دولة الأبطال والانتر كما قلت ما قبل هو أطالنطا لم يتلقوا أي هدف بعد في دولة الأبطال أطالنطا يوصل شركتهم على الأنتر بنظافة شيباكي الأوروبية اليوم أطالنطا هزم شتوتكارت والأنتر هزم الانتر في مركز الثاني هي شالم الفارق سبورتينغ موناكو براس المفاجأة تعد دولة الأبطال أطالنطا الذي أسقط نابولي نابولي في ملعب دياغو أرماندو مالدونا بنتيجة ثلثة هدف كاملة مقابلة لا محمد حقيقة أطالنطا يقدم أداء جيد وفي الشامبيونز ليج سيئة رابع وحتل المركز لا تاني رابع 10 نقاط لا عنده 9 نقاط 10 نقاط متلقى ولا هدف في 4 مقابلات أسماعنا عنده 10 نقاط لا أطالنطا موجود في المركز التاسع بثم نقاط ثم نقاط يعني فوزين وتعادلين 22 وتعادلين نعم بس كنت نقاط 8 كيسين بالضبط نعم موجود في المركز التاسع نذكر فقط نظام الفوضوي لشامبيونز ليج هذا الموسم الثمانية الأوائل يتأهلون مباشرة إلى دور الستاش من المركز التاسع إلى المركز 24 توضع هذه الأندية داخل الكيس ثم نقوم بالخلط وعملية القرعة ذهابا وإيابا لتحديد ثمن متأهلين آخرين إلى الدور الستاش الذين احتلوا المركز من 1 إلى ثمانية سيستفيدون في الدور الستاش من لعب مباراة العودة على أرضية ميدانهم بينما المحتلون للمركز من المركز من 25 إلى 36 فيتم إقصاؤهم ولن يلعبوا اليوروبا ليج مثل ما جرت عليه العادة أعيد من المركز من 25 إلى 36 فيتم إقصاؤهم ولن يلعبوا اليوروبا ليج مثل ما جرت عليه العادة أعيد وأكرر من 36 فريق من المركز 1 إلى 8 خلاص هذا يتأهلوا مباشرة إلى الدور دور سنس عشر دور ثم نهاية يتأهلوا إلى الدور ثم نهاية خلاص عندنا من 1 إلى ثم نهاية ثمن أندية موجودة في الدور ثم نهاية نخلوها على جم عندنا الأندية من المركز 9 إلى المركز 24 عندنا 16 نادي يلعبون ذهابا وإيابا مباراة سد مباراة فاصلة ذهابا وإيابا يتأهل بموجبها ثمن أندية أخرى تضاف إلى ثمن أندية الأولى ليصبح لدينا 16 فريق فريق في الدور ثم نهاية لتأهلت الأندية الأولى يتأهلت في المركز من 1 إلى ثمنية ستستفيد من خاصية وهي الاستقبال في لقاء العودة داخل ديارة في لقاء العودة داخل ديارة إذن ثمنية الأندية هذه ستواجه ثمن أندية التي تتأهل من مباراة السد مثل ما ذكرنا بينما من مركز 25 إلى 36 محمد ولي حتى الآن كان مفاجآت براست عشر ناقل سبورتينغ أستونفيرا براست فز اليوم على سبارتا براقا خارج أرضية ميدانية بـ 2-0 2-1 نعم عفوا 2-1 اليوم براست حقيقة هو مفاجآة تتعى تشمبيونز ليغ نظن باللي بكما نقول بتشتركيبة جد متواضعة من في البطولة الفرنسية يحتل المركز في وسط في وسط الترتيب أنا نقول باللي اليوم تشوفوا في هذه اللقات بلك ما زال ما تلاقاش من أموال الآن نعم حوالي 7 ملايين أورو أكتر في كل انتصار تدي 2.5 ملايين أورو عنده 3 انتصار عنده تعادل تعادل سيسي أخوك سي أنت خصت 100 مليون مليون يحسب يعني تقريبا نقريب 9 ملايين أورو ويختارب من الفريق في أربع مباراة فقط نعم اليوم يمشي بخطوة تابتة فريق جد متوادع روي حقق الأهم اللي هو الفوز في تشمبيونز ليغ وهذه هي أكورة قدم توجه كين مفاجآت نعم باير مينيخ يستعد توزنه الأوروبي بالفوز على بنفيكا هدف مقابل السفر فيما قاله الأليانز آرينا باير مينيخ الذي تلقى صدمة أمام برشارونا في الجولة الماضية حين استسلموا وخسروا بالأربع معون أكيد باير مينيخ استفقى بعد صدمة برشارونا ونظن أن باير مينيخ خاصة الفوز اليوم مهم لأنه سيقابل بي أس جي في الجولات المقبلة وهذا لأن النظام المنافس الذي تكلمت عليه الآن زميني محمد يعني مهم ومهم جدا لأنك لما تفقد نقطة أو ثلاث نقاط يعني صراحة تدخل في مشكل ونظن أن هكذا الباير مينيخ تقريبا لأن لما تكلمه بالنسبة الأولى الإحصائية لما فريق وصل إلى 10 نقاط قريبا ضمن تأهل بين 24 فريق حاج موسى يتألق يدخل بديلا يسجل ولكن فريقه فينورد يخسر الثلث هدف مقابل هدف واحد على عرضية ميدانه أمام زلسبورغ نعم وزروقي بقي حبيس الاحتياط طيلة المباراة الثاني مرة ولا الثالث مرة على التوالي مع فينورد حاج موسى شيء جميل أنه دخلوا سجل هدف شفنا الهدف كيف أشتدر لانشان موهدق كروشي بالانتيريور ومعاد فراب فراب بالأكستيريور دوزين بوتو مليحة لها يعني هذا الهدف ممكن أنه يعطيه أكثر تيقا ويخليه ربما إلى سين بوت دولوت الكوتيز الروقي أبصون ستتلالين في المباراة دولة أبطال أوروبا منذ المباراة الأولى اللي كان خرج فيها كالمباراة لم يعطيه تقريبا كأساسي في دولة أبطال أوروبا وهذا شي صعب لما نشوف هذا الانترنسيونال هكذا يلون شان الماتش سور لبون زيرو مينوت شي صعب حبيت نقول فقط الواحد الإحصائية ما تذكرتاش في برشارون النادي برشارون اللي أول مرة في تاريخه يسجل 55 هدف في 16 مباراة كانت الرقم في موسم 50-51 بـ 54 هدف فليك كسر رقم اليوم بـ 55 هدف في 16 مباراة وراء نعم طمع لي محمد النقطة برحب يتكلم عليها لما نشاهدوا دل العام ربيت أبطال أوروبا وجماليتها أنا لما شفت البرست لما كانت القرعة ووضعوهم الفرق اللي حي لعبوا معهم كان حلم أنصار برست لما يستقبلوا ريال مدريد كان أقصى حلمهم استقبلها للمدريد كان حيكون الحفل الآن استقبلها للمدريد وضعما ممكن تأهل لدور اللي حيكون مجدو باراج يروحوا لبرسلون البروشن جورني يخرجوا بارسلون بعد يخرجوا مورال بارسلون بالضبط ويستقبلوا ريال مدريد نظن هنا تشوف هذا الموسم ربيت أفضل غريبة جدا نحلوها شوية نو مالغريفة 36 اكيبي تشوفها بسك مفاجأة نو مفاجأة وشوفوا تني مبارياتك كبيرة بين الفريقين الكبيرين نعطيك صح نشوف وكان دي قروبات نشوفهم بسك وكان كما كان دي قروب دو جوري ديرو زوج أسئلة على السريع قبل أن نختم من هو أفضل فريق في هذه الجولة مباريات الأمس واليوم عمر أنا ندر ليفربول ليفربول أربعة سفر واثناش نقطة واثناش نقطة أمين نوافق عمر بسك الأحسن هو ليفربول في الجولة نتحدث في الجولة نعم أربعة سفر بأداء ونتيجة هو يحتل المركز الأول باثناش نقطة لهذا ليفربول هو أحسن فريق نعم ميدو